اشتركوا في القناة يعني من تأمل فيها عرف أنه قد صار فيها أبواق كثيرة ومنابر إعلامية صاخبة ومرتفعة الصوت يعني من زمان غير منبر الجمعة يعني سوق عكاض يعني ولا يعني لو واحد يريد أن يجهر بشيء على الناس وين يعني يتكلم يعني ما كان فيه منابر كثيرة تخرب أو تبث وعلى نطاق واسع وانتشار اليوم ايش تبغى إذاعات قنوات مواقع ويسمع ملايين مئات الآلاف عشرات الآلاف التقنية هذه الإعلامية أحدثت مشكلات في الواقع لأنه صار منهب ودب والرويبضاء والمنحرف يمكن أن يتكلم على مستوى الملايين من زمان ما كان فيه قناة بث يسمعها عشر مليون شخص أربعين مليون شخص ما كان فيه فالبدعة لو ظهرت من زمان يعني سيسر بها إلى واحد والواحد إلى واحد إلى اثنين والاثنين إلى أربعة يعني حتى تصل البدعة إلى مئة ألف واحد يبغى لوقت طويل وشغل ومتابعة الآن ممكن واحد من قعر بيته يبث وهذه من الصعوبات التي صارت موجودة في الواقع يعني هناك شيء جديد حصل صعب الموضوع جعل قضية إعلان الباطل شيئا سهلا وجعل قضية التراجع شيئا صعبا يعني أنا بعد ما قلت الكلام الآن إذا سمعني خلق الله من هؤلاء الناس في العالم الآن تراجع يعني إذا الواحد يستصعب أن يتراجع أمام المدرس يستصعب يتراجع أمام ثلاثين واحد في الفصل ويمكن يعني مثلا إمام المسجد إذا أخطأ استصعب يتراجع عن أمام مئة مئتين أو خطيب أمام ألف فكيف يعني سيستسهل واحد يتراجع عن قوله أمام مليون فكيف إذا كان يعني استطاع أن يلم حوله من المشاهدين والمستمعين والقراء والزخم أعداد كيف سيسهل عليه أن يتراجع ولذلك لما كثرت المنابر الإعلامية اليوم وكثرت وسائل البث كثرت الانحرافات طيب ما هو واجبنا الآن نحو المنحرفين المخطئين مثلا ما هو واجبنا أولا المناصحة السر بالسر والعلن بالعلن وقد تعدد الطرق المناصحة في زماننا فها أن تذاتر المناصحة المباشرة شفوية ممكنة كما كانت من قبل وبالهاتف ورسالة الجوال والبريد الإلكتروني وبالناسوخ وسبو المتعددة لإيصال الكلام النصيحة وغير مباشرة ويمكن أن ينقلها شخص آخر وهذه تحدث أثرا إذا كان المناصح صادق إذا كان صادقا فالله عز وجل يفتع له القلوم والإنسان إذا كان أراد الحق أحيانا يرجع إليه وإن كان ناس من العظماء والكبراء قد يجعلهم الله يتراجع ما يدريك ليش وعد يقول لا هذا مثل هذا ما يرجع ولا لو إيش لا قد يتراجع مهما كان كبيرا في منصفه قد يتراجع ذكروا أن المأمون أمر مناديا أن ينادي بحل نكاح المتعة فشق ذلك على القاضي يحيى بن أكثم فقال لمحمد بن منصور ولأبيع العيناء إذا كان الغد فبكر إليه في مجلسه عن المأمون فإن رأيتما للقول وجها فقولا وإلا فاسكتا إلى أن أدخل قال فدخلنا على المأمون فوجدناه يستاك ويقول وهو مغتاض متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه شوف كيف أوصلوا له الفكرة يعني قالوا له ترى هذه موجودة فأنت مين مين أنت حتى يلا وصال أن صدق رجال ومين أنا ومين أنا حتى أرجع حتى ما أفعل قال محمد بن منصور وأوما أبو العيناء إلي إذا كان هذا القول يقوله في عمر الخطاب رضي الله عنه فكيف نكلمه نحن يعني إذا كان المأمون الآن هذا كلامه في لمس في لمس بعمر الخطاب فإذا لمز عمر يعني الآن لو تكلمنا نحن الآن ماذا سيفعل معنا مصيبة فسكتنا ما تجرأ على الكلام حتى جاء يحيب بن أكثر فجرس وجرسنا فقال له المأمون ما لي أراك متغيرا فقال لما حدث في الإسلام قال وما هو قال تحل الزنا قال الزنا قال نعم قال وكيف ذلك قال سمعت مناديك ينادي بحل المتعة وهي زنا قال ومن أين قلت هذا يعني إنه زنا قال من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين قال لا قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ولها شرائطها قال لا قال فقد صار متجاوز هذين من العادين وهذا الزهر يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها فالتفت المأمون إلينا وقال أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ صحيح في سند في الموضوع تروى القصة عن الزهري عن 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 علي رضي الله عنه لأنه خلص إذا جاب له علي قطع خلاص قطع الطريق قالوا نعم يا أمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك فقال المأمون أستغفر الله بادلوا بتحريم المتعة